بسم الله الرحمن الرحيم التدريب تدريبات للصف الثاني الثانوي هناخد مع بعض التدريب على البلاغة اقرأ ثم اجب قال الشاعر فارغب بنفسك لا تصادق احمقا ان الصديق على الصديق مصدق وزن الكلام اذا نطقت فانما يبدي عيوب ذوي الكلام المنطق والناس في طلب المعاش وانما بالجد يرزق منهم من يرزق علاقة الشطر الثاني من البيت الاول بالشطر الاول فارغب بنفسك لا تصادق احمقا لماذا هتلاقي الاجابة ان الصديق على الصديق مصدق يبقى الاجابة ايه تعليل طيب السؤال اللي بعد بل بما يوحي قوله وزن الكلام وزن الكلام اذا نطقت توحي بضرورة التفكير في الكلام قبل النطق به لان الانسان محاسب على ما يقول طيب بما يوحي بقوله ارغب بنفسك توحي بضرورة السمو بالنفس عن النقائص ارغب بنفسك لا تصادق احمقا توحي بضرورة ان يسمو الانسان بنفسه عن كل نقيصة حتى لا يلام القطعة التانية بيقولي قال الشعر محمود حسن اسماعيل مهما استبدى الليل يا وطني بك انت كالرؤية نبدده بهواك لون بيانة نعارف انه تشبيه او استعارة او كناية او مجاز ابوص في البيت الاول كده هلا استبدى الليل استعارة مكنية حيث شبه الليل بحاكم مستبد وسر جمالها التشخيص يا وطني استعارة مكنية صور الوطن كأنه انسان يناد وسر جمالها التشخيص طيب يقولي استخرج من الابياء به محسنا بديعيا وسر جماله محسن بديعي ادور اشوف تضاد او طباق او الحاجة بص كده في البيت الاخير وبنسيمك الهافي نمزكه وبموجك الصافي نحركه الموج ونحرق موج ونحرق نحرق بينهما طباق يؤكد المعنى ويوضح طب في البيت التاني في عندي بيقولي بهواكة بالشطاني بالازهار بالاعمار حسن تقصي يعطي جرسا موسيقي طيب ناخد قطعة البلاغة التالت بيقولي قال الشاعر علي بن الجهم في الزرد وعاقبة الصبر الجميل جميلة وافضل اخلاق الرجال التفضل وما المال الا حسرة انتركته وغنم اذا قدمته متعجل وللخير اهل يسعدون بفعله وللناس احوال بهم تتنقل جاء النفي والاستثناء في البيت الثاني اللي هي وما المال الا حسرة ليه للتوكيد طبعا ده اسلوب قصر للتخصيص والتوكيد طيب السؤال الاخير بيقول لي علل جاء الاسلوب في الابيات خبريا لما يقول لي جاء الاسلوب خبريا اقول له للتوكيد للتوكيد والاقرار بالفكرة التي يريد الشاعر ان يوصلها للقارئ تمام